برنامج جديد أعلنت عنه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في بيان لها يخص دفع تكاليف وبرمجة موعد لتقديم طلب التأشيرة ابتداء من الثامن جانفي 2017 فبحسب نص البيان فقد صار واجباً على طالب التأشيرة بعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية التوجه شخصياً إلى أحد مكاتب أراماكس بالجزائر العاصمة أو حاسم مسعود أو وهران لتسديد المبالغ المستحقة لطلب التأشيرة وإجراء مقابلة مع مسؤول قنصري بالنسبة لطالب التأشيرة لأول مرة يعفى من الحضور إلى السفارة الأشخاص الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أو الراغبين في تجديد تأشيراتهم كالأطفال والمسافرين من كبار السن والذين لا تزالوا بحوزتهم تأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة انتهت صلاحيتها منذ أقل من 12 شهر السفارة أعلنت عن تخصيص عدد محدد من المواعيد للحالات الطارئة لفائدة الأشخاص الرغبين في السفر قبل الثاني فيفر القادم في إطار الحالات الطبية العاجلة والدراسة ومهمات رجال الأعمال وذلك بتقديم طلب مقابلة مستعجلة عبر الموقع الإلكتروني كما أكدت السفارة أنه إذا تم رفض طلب التأشيرة فلن يكون هناك أي تعويضة السفارة بررت هذا البرنامج بكون النظام المعمول به من قبل لم يكن يجبر طالب التأشيرة على دفع التكليف قبل حجز موعد في السفارة وهو ما سمح لبعض مقاهي الإنترنت ووكلاء السفر بحجز جميع المواعيد المتاحة وبيع تلك المواعيد المجانية بسعر باهظ للمواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى أمريكا فيما تكون غالبا ما نسبته 30 إلى 55% من تلك المواعيد المحجوزة وهمية حسب ذات البيان